اشتركوا في القناة وتسهيل عبورها خلال وقت زمني سريع مشيرا إلى أن المشروع يأتي في إطار التعاون والتنسيق القائم بين شؤون الجمارك البحرينية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد ويهدف إلى تحقيق سيابية الحركة وتيسير عملية حركة الشاحنات عبر المنفذ من جهته أوضح معالي المهندس سهيل محمد أبانمي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رئيس مجلس إدارة مؤسسة جسر الملك فهد أن إطلاق الخدمة يأتي سعيا من الهيئة لتعزيز التعاون وتحقيق العمل التكاملي مع شؤون الجمارك البحرينية مما يسهم في تسهيل وتسريع حركة نقل البضائع عبر منفذ جسر الملك فهد ترجمة نانسي قنقر